اشتركوا في القناة فيفري 2020 وقع تصنيفها من ضمن اهم النساء المؤثرات في العالم العربي والناجحات في العالم العربي الى جانب جوائز متعددة اخرى تحصلت عليها النائبة حياة العمرية شرفنا لله يعيشك تحية ليك وشكرا على الاستدافة ولجميع مسامعي اذا الوطنيات بهي دكتورة باش ننطلق معاك بالحاويات اللي مشيتولهم في الزيار وعملت اجتماعي ظل الاسبوع الفارت كان ما خانتيش الذاكرة ولا قبل شوية واختمت تقريبا اسبوعين واختمت تقرير الزيار وفات اعمال اللجنة انتهى الامر لم يغلق لانه احنا في كل خطوة من اعمال اللجنة يكون فيه تقرير مصغر لتلك المهمة لغرار زيارة ميناء سوسا ولكن فيه ما زالت متواصلة اعمال اللجنة في هذا الملف وخاصة انه طلبنا بتقارير من عند الهيئات الرقبية وايضا فيه تجميع في الحقيقة لمعطيات اخرى لانه للاسف سيحاتم سوى الرأي العام او حتى احنا كلجنة كما حكيت انه تم التركيز فقط على الحاويات وما تحويه الحاويات ولكن مهم جدا لكشف الحقيقة كاملة وكل الاطراف المسؤولة على هذه الجريمة في حق البلاد يلزمنا نعرف كيف تم التحذير لذلك وكيف اسندت الرخص بتلك السرعة اللي تقريبا في ذرف اسبوع تم اعطاء كل الرخص والحصول عليها من طرف شركة سوري بلاس بيش يكون عندها الحق في توريد تلك النوعية من النفايات وايضا في برشة لحقيقة نقاط استفهام اخرى تطرح في هذا الملف بخلاف السرعة على مستوى الترخيص كنتش نشوف مثلا انه كيفاش نفايات حتى على مستوى الرمز اللي موجود عليها الحاويات موجود يعني هذه النفيات تصنف نفيات خطرة اللي هي انه ما ما تمشي مباشرة للردم وقبلتها الشركة وقبلها يعني نقول انا الجانب التونسي برغم انه شركة هي ذات سبغة يعني اوفشور اللي هي مصدرة كليا حتى نجيب حاجات تترسكلهم وتخرجهم كليا ما يبقاوش لهنا ايضا من العنوين اللي صدرت بعد اجتماعكم حياة العامري النائبة الدكتورة حياة العامري تتهم وزير سابق اعتقد وزير هكذا قالت ونائب ومسؤولي تحملهم مسؤوليات معينة وتقول فما وثيقة في هذا الغرض شير احكاية بالضبط خليني هذي فرصة يا تكسحة بشي نوضح احنا في تداولنا في اللجنة وقتها في اثار مصادقة على احد التقارير تم التداول كل نائب شنو عنده كمعطية جديدة وإضافات طبعا انا اتكلمت قلت راه فيه معطية جديدة اللي في الحقيقة باقي جيني في شكل رسائل على الصفحة الرسمية يقول كما دام عليش ركسته فقط كما حكيت على الفاز متع الحاويات ومتحوية رو ثم تحذير لتلك الجريمة اللي وقعت في حق بلادنا اللي هي على غرار كما حكيت السرعة متع الترخيص وأيضا التخصيص قدعة أرض يعني لو في المنطقة الصناعية سيد الهاني لأنه أصلا سوري بلاست النشاط المتاح كان في المنطقة الصناعية سيد عبد الحميد وتحولت بعد ذلك تحت غطاء الاكستنسيون تحولت إلى المنطقة الصناعية سيد الهاني والنقطة الاستفام الأخرى التي تطرح أن هذه المنطقة الصناعية فيها زوز معامل مواتق ذائية معامل طن ومعامل الجلاس وأحنا نعرف عادة أن المناطق الصناعية تبدأ مسنفة نعم مسنفة أيضا تعرف أن لانجيت هي تاخذ القطعة باسمها وتنجم تعطيها كما نقول أحنا إلى من يستغلها يعني كما حكيت أنا جي تشوف كتربة الأحداث تجد أنه فيه جزء من الأحداث وقعها في عهد الوزير السابق للبيئة وأيضا المهم اللي هو شكري بالأحسن شكري تكلم قال أنا خاتيني فالعملية هذه عملت أسريحات رسمية على كل حال على كل حال صحات مقصر أحنا دائما وانا شخصي المعطيات اخذتها بتحفظ قلت أحنا للتأكد من كل هذه المعطيات مهم جدا المراسلة رسميا المجلس الجهوي ومدنا بالعمل وليبي في متاع المسار نعم أعمال خاصة لجنة التخطيط والمالية ولجنة البيئة باش نعرف في الحقيقة كيفاش تم الإسناد مثلا برمي النقاط مش كون النايب تعوى عرفت الوزير النايب ما عرفته أنا فاركس هني أخسر أنا رو حتى المعطى بخصوص الوزير أنا قلت لك كلها بتحفظ في الحقيقة ما يلزمش يكون تم اتهام مباشر ولكن كما قلت لك للتأكد من ذلك يلزم تكون ما بين إيدينا المحاضر الجلسات هي نايب شكوك وأيضا هني قلت لك أنا منعرش أنا في الحقيقة ما نايب معنا إيه أنا في الحقيقة المجلس الجيهوي نتعسس منعرش التركيبة لأنه مثال أنا نعطي روحي أنا رئيس لجنة صحاب شورج باعي في المجلس الجيهوي لمن يعرفني فهمت منعرش أنا كل نائب شنو اللجنة على هذي الدائرة اللي مخذها ولكن كما قلت لك التقليل هذي وين حتيته وينتي حتيته لللجنة هي روحي هي روحي حات ممكن أنا معطيت وهذيك عليش حتى في على صفحة رسمية للمجلس كان شفته في شكل المقدمة لعملتها لجنة الإصلاح الإداري في إطار موكبة الأشغال متاحة أنه ستتم راسلة رسميا المجلس الجيهوي لمدنا بمحاضر جلسات لجنة التخطيط والمالية وأيضا لجنة البيئة وتنمية المستدامة فما التونس كيف تقولهم عملنا لجنة التحقيقي والمدخاء وفي قولك لجنة التحقيق ما توصل حتى نتيجة هل نجمت عدم كعضو في هذه اللجنة أن هذه اللجنة ما زالت تواصل في مصار التحقيق متاحة وبش تحول التقرير فيما بعد للقضاء نعم لجنة الإصلاح الإداري أنا في الحقيقة هذه السنة الثانية على التوالي كانت تذكره قبل لما أخذينا الملف الملف ما سلمنا فيه كان كيكملنا كل الأعمال وخرجنا وقتها تقرير للرأي العام وأحيل طبعا نسخة منه للقضاء أيضا نفس هذا فيه الحقيقة زوز أو ثلاثة ملف تم ملف متاع رئيس الحكومة السابق أيضا فيه ملف حدث على ملف اللي يصفق فيك أي كانت تذكره أيضا ملف الحبوب المصرط أنا اللي كانت تبين أنها غير المصرط أيضا ملف الحبوب إذن أحنا العمل الملفات خدمتها زاد أنتم أي أيضا زاد ملفهم تعالي بافيت إذن بالنسبة لنا أحنا كما قلت لك هذو ما تحالوا للقضاء نعم واضح أنا بش نهزك الجانب آخر دكتورة حياة العمري أنا بمسن وابا اللي شعب أنت أيضا نائبة رئيس لجنة مهمة جدا لجنة الصحة وكارثة سرتنا في الأسبوع الفارد فقدنا طبيب في مقتبل العمر المتاع ووقت له كونته والدولة التونسية وعيلته تستنى فيه إذا بشي عاونها أو بشي نستثمره هذا التكوين أنه يداوي لعبات في مسعد نفقدوه الأخطر من ذلك كونه سيد وزير الصحة في المهمة وفي المدولات أعلن بشكلنا رسمي كونه مضعفة ميزانية السيانة في وزارة الصحة التونسي قاعد يقول يقول كينوا عندكم فلوس وما تخرجوا الفلوس هذي وما تمشيوا للسيانة إلا ما تصير كارثة في قطاع ما وخاصة في القطاع اللي أنت نائبة رئيس اللجنة متاع الصحة بالنسبة لنا احنا تعرف أنه دور لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الدور الأساسي هو الجانب التشريعي والدور الثاني هو الرقاب بالأساس ولسنا وفي التشريع عندهم حتى بيشتعملوا مبادرات وتعطيوا اقتراحات وتحسنوا في الميزانية متاع السيانة وغير ذلك حاولوا تسمح صحات نوضح لك إذن كما قلت لك هذا يعني زوز أدوار رئيسية للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولكن المشكل الوضع اللي يصل له قطاع الصحة هو تأجيل دائما الإصلاحات بخلف تأجيل الإصلاحات نقصد لما نحكي على الإصلاحات يعني من غير المعقول أنه منذ 2012 إلى تقريبا منذ أشهر التالي انتهى الحوار المجتمعي اللي كان الهدف امتاعه إعادة هيكلة قطاع الصحة ووضع سياسة جديدة لقطاع الصحة الهدف منها هو تقريب الخدمات الصحية وأنه فعلا يعني يتم تنزيل الفصل 38 من الدستور أنه فعلا يصبح كل مواطن عنده الحق في الصحة وأيضا إعادة هيكلة القطاع كقل لأنه أنت تعرف أنه في ديزي كيليبر حتى بين اللاجهات في قطاع الصحة ونقطة ثانية أنه رغم ذلك هذا تم ولكن لم ينفذ النقطة ثانية أنه مثلا أحنا في تونس تمت استراتيجية وطنية للجودة في قطاع الصحة وهذه الاستراتيجية انتهت وهذه شنو اللي تم فيها الاستراتيجية هذه خذيه 48 طبيب كل زوز طبا ممثلين على ولاية وتم تكوينهم والهدف من ذلك هو أنه كل زوز طبا على كل جهة يرطبوا الأولويات في الجهة ويشوفوا خاصة على مستوى الجانب الجودة على غرار أنهم يفيقوا بالمشاكل في المستشفيات شنو المعطب شنو اللي ذات أولوية في السيانة وهكذا وبالرغم من ذلك أنه تكوين يعني يجيوا حتى خبراء من أوروبا ليكونوهم فمت وصار حتى حفل وتوزيع الشهائط ولكن السؤال الذي يسأل هل هل 48 طبيب هذم اللي تم تكوينهم وينهم هل بقين يقوموا بهذا الدور أو رجعوا إلى المهام الأصلي نعم أنا هذا سؤال صحاتهم اللي كما قلت لك أحنا في التفاعل مع الوزارة لأنه حط في بالك راهو مش كل ما تعمل الوزارة أنه أحنا يوصلنا كل جنة أحنا لما نسمع أنه تم وضع استراتيجية الآن بقينا تسألوا علش ما تنفذتش هذه الاستراتيجية فيها أيضا مشكل آخر في قطاع الصحة هو أعليش المستشفيات توصل أنه أغلب يتها في وضع مالي صعب جدا وأيضا وأيضا تعرف أن المستشفيات بداية من المستشفي جهوي ومستشفي جامعي هي مستقلة مدينة يعني تكون هي عندها المداخ الوتونومية في نفس الوقت في الوتونومية هذه كنت تشوف أنت هذه المستشفيات خاصة لما تكون موجودة في مناطق كما نقول أحنا داخلية مناطق داخلية أو شمال غربي أو المناطق اللي مخذيتش حظها فعلا من سواء التنمية أو أيضا في قطاع الصحة تشوف أنه أغلبية الناس المواطنين اللي يعالجوا طبعا بيش يكونوا بالكرني الأبيض أو ذات التسعير المنخفضة هذا طبيعي جدا بيش تكون ميزانيات متاح هذه المستشفيات ضعيفة في نفس الوقت الناس المتعاقدة مع الكنام يكون العدد يكون العدد ضعيف صغير نورمال مون وزارة الصحة في الميزانية متاحها تكون ثم وضع خصوصية لهذه الجهات نقصد على مستوى ضرورة تدعيم هذه الجهات على مستوى الميزانيات هذا تشخيص نعرفه والشعب التونسي كيف انتخبكم أنتوما كنواب متاعوا أنتوما بجتحل المشاكل هذه وأنتوما بجتقاوا الحلول وخاصة في لجنة مهمة كما لجنتكم أنتوما لجنة الصحة وشون الاجتماعية وانتو نائبة الرئيس نحن هاو هاو شنو مثلا عمالين كحلول الآن إن شاء الله عما قريب بيش تسمعوا بيش يكون فيه نقاش مهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المرضى مثلا انتم تعرفوا منذ الحادثة اللي وقت في 2015 بخصوص طبيب لما أخطأ تم إيقافه مباشرة يقول لك أنا يقول لك أنا الطبيب نورمالمون يكون فيه قانون بيش بيش يخلي يقيم فعلا مدى ذلك الخطأ يعتبر خطأ طبي وفي نفس الوقت يجب أن تضمن حق المريض هذا هذا ضمن القوانين المهمة اللي أحنا تمت يعني نقشناه وإن شاء الله بيش يتم نقاشه نعم تمرير الجلسة العام ونقاش فيه فيه نقطة ثانية أنه تقريبا أحنا منذ شهر أو شهر ونصف وصلتنا لمخرجات متع الحوار المجتمعي اللي كما قلت لك فيه السياسة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الصحة هذا أحنا بيش نشوفوا كان وزارة الصحة عندها هي دجاء مبادرة رسمية أنه حتى تكون الوثيقة هذه يعني يجب تكون أوفيسيال كوثيقة بيش تنفذ وتصبح ملزمة من أي وزير كان كيجي لوزارة الصحة ينفذها وإلا أحنا كلجنة بيشكون عنا مبادرة تشريعية في تنزيل ذلك في تنزيل هذه المخرجات وتكون في شكل مبادرة تشريعية وفي نفس الوقت ما تنسيش أنه أحنا اللجنة بخلاف الجانب التشريعي فيه دور رقابي مثلا أحنا أخذينا الآن بقين يعني نوع من الضغط على مستوى الوزارة قلنا لهم خذوا أنتوما اللي صار في 2018 على مستوى مستشفى حبيب ثامر لما تم ترقمنة فقط سيركويم تاع الأدوية شنو ما ما كان المستشفى نعم ما كان تقريبا 50% مهم جدا مهم جدا ترشيد ولو حتى تكون الميزانيات ما هياش كما نقوله أحنا الميزانيات المطلوبة من أي قطع كان لأنه الإشكال الناس كل تتشك الكطعات كل ربما فيها قطع الصحة يقولك أنا الميزانية شوية ولكن للأسف ولا واحد ورنا كيفها الميزانية هذه باش يتم ترشيدها هاي الميزانية موليتش شوية هوا بعد الكارثة اللي صارت وفاة الطبيب سيد وزير السحر قالش نضاعفوا الميزانية متاع لا رموش رموش هي ضاع لا هي ميزانية وزارة الصحة باش تبقى نفس الميزانية ولكن في ترتيب الأولويات في ترتيب الأولويات نقوله احنا ميزانية ما رتب معطا الأولوية للتضعيف في ميزانية الصيانة إلا ما متلنا طبيب هذي يتحمل هو مسؤوليته واحد اثنين زدنتمك لجنة لهنا عندكم مسؤوليات لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سيدة النايبة معناها الدور الرقابي وينو وينو الدور اللي بش تفرضوا على هذه الوزارة أنها تصلح ما يجب أسلاحه صحة المواطن وليت بين يديكم انتم انتم اللي تمثلوه سيدة حياة العمر احنا سحاتم لو اطلعتوا جيدا حتى على برنامج عمل الذي اقترحته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية واللي تمت المصادقة عليه ذمن النقاط الأساسية هي واللي تدخل في جانب الدور الرقابي أساسا أنه بش تتم بش نبدوه بالمناطق الأقل حظا على مستوى قطاع الصحة نقصد المناطق الداخلية الشمال الغربي الجنوب بعد الشمال وبش يتم تكون فيه جلسات مباشرة مع مندوب الصحة مندوب الشؤون الاجتماعية ومع رئيس لجنة الصحة وشؤون الاجتماعية في ذلك المجلس الجهوي لتلك الولاية وبعد ذلك أحنا الهدف من هذه الاستماعات بش يكون فيه معرفة حقيقة الأشياء لأنه مش كما ساير ومش كما ويقع مثلا أنا بش ناخد مثال مستشفيات أو المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد هو نفسه اللي ساير مثلا في سوسة أو هو نفسه اللي ساير في نعم عنده خصوصية أحنا الهدف من ذلك أنه منها معرفة الحقيقة وكشف ذلك في شكل تقرير واضح حول المشاكل اللي تعانيها تلك الجهات في قطاع الصحة وأيضا حتى على مستوى التعطيل وعلى مستوى الميزانيات لأنه ما تنسيش راه شفت الجهات اللي أحنا ما بين قفسين نقوله ودي فابوريزي راه صارت فيها برامج مهمة وإحداثات متع أقسام جديدة وأقسام جميعية ولكن الإشكال بقاد سمحني الإحداثات هذه في شكل حيوط بقين يتفرجوا فيها ما دخلتش حيزا الاستغلال خاصة على مستوى أقسام اللي هي كما حكيت اللي على أساس دي سنية الاختصاصات حياتية ومهمة في تلك الجهات وذلك عليش كما قلت لك أحنا هذه ضمن النقاط الأساسية في عمل اللجنة ومبعث ذلك بش يكون فيه استماع مباشر أيضا لوزير الصحة والمديرين العامين المتدخلين باش نشوفه كيفاش نحلوها هذي المشاكل على غيرار كما حكيت مستوى مات الطبيب هذي العلوي الله يرحمه الله يرحمه وانا هذي مناسبة بالحق يعني إن شاء الله ربي يرحمه ونعزي كل قطاع الصحة الحقيقة لأنه طبيب شاب وفي ذلك العمر لأنه الفجعة هذتنا ناسي كله ليس فقط حتى زملائه ونعزي عيلته إن شاء الله ربي يرحمه مات الطبيب نسكره الدوسي المشكلة أنه في كل قطاع هناك تراكمات في كل قطاع بدون أستثناء على غيرار قطاع الصحة ولكن هل كانت فيه بداية حقيقية للإصلاح وللقوقوف على ذلك القطاع لا للاسف بشيسك بعض هل موافقة أنت أنه بش نعفيه أو نقيله بعض المسؤولين في القطاع الصحي في مستشفى الجندوبة ووقت هوا عطينا كبش في دا وانتهى الأمر أنا كنت ننتظر مثلا حالة طوارئ تكون في مستشفى الجندوبة بمشاركة كل الأطياف وكل المجتمع المدني والليجان الهوية والنواب والناس الكل ونخرج مغا دي كنا نعملوش أسبوع شهر من زمان حالة طوارئ أنه نصلح ما يجب أسلاحه التدخل السريع والفعل أنه بش نحيو السيد هذا ونجيبه السيد لأخر القضية ما هيش في أشخاص حسب رأيي ومنعرش توافق هذا ولا ليه نتفق معك نتفق معك لأنه المشكلة كما حكيت أنت أحنا للأسف كتسمع أي حادثة في أي قطاع بما فيهاك شفت ملف نفايات لسألتنا يعنيه قبل وشرت أن تم إقالة مدير عام الوكالة الوطنية والقضية مش في شخص أعمق نعم أعمق من ذلك هي واقع قطاع صحة في تلك الجهة بضبط لأنه صحيح الله يرحمه الدكتور بدردين علوي ولكن تنجم تتكرر نفس الحادثة بضبط في تلك المستشفى لكان ما تمش إسلاح المساعد لكان ما تمش توفير المعدات لكان ما تمش توفير الضروريات لتلك المستشفى أنا أتفق معك تماما وهذاك عليش أنا ديما نقول راه الأهم هو ماذا يتحقق وماذا يتغير في تلك المؤسسة حتى نتفادى أنه نفس الحادث يتكرر في تلك المؤسسة أو في مؤسسة تشفيات أخرى في جهات أخرى أناب دكتور دكتور حيات العمري بيشنسلك بعض الأسرالي سألوها المواطنين هل أنتم أراضين كنخبة سياسية انتخابكم الشعب التوسي على ما يحدث في مسنوى بشعب أخسر سيحات أنا صدقني بحكم هذه الدورة النيابية الثانية والحاجة التي نتأسفلها برشا أنه فيه بعض الأطراف التي فقط تحب يعني الناس كلها تنساق في مربع المعارك الإديولوجية أنا نقول معارك سبيانية اللي ما عندهاش سمحني حتى إضافة ما ينفع الناس وما ينفع البلد نورمال الناس تنقص من الجدل وتتوجه نحو العمل هذا مهم جدا ولكن كما قلت لك راه وشفت المشكل بالنسبة للرأي العام إذا نيب قال كلام أو صار من عرشان عركة ما بينزوز نواب يحسبوا مجلس نواب الشعب كلو كمن هكاك لا داخل مجلس نواب الشعب أنا دي منظورها اللي قاعدين يتفرجوا فيه دكتورة حيات العام اللي قاعدة الصورة اللي قاعدة توصل اللي هي هذية لا لا متأخصر أنت شوف رو الأهم صحاتهم وأنت كأعلامي وعندك كلمتك على مستوى الرأي العام رو مهم جدا تشوفوا البيلون منتع إنتاج مجلس نواب الشعب نقصد على مستوى القوانين المهمة اللي تمت المساطقة عليها على مستوى التقريب المهمة هذا المهم منعكس على واقعه المعيش منعكس على حياته اليومية قاعد يموت قاعد يجوع قاعد ما عندوش غاز قاعد الفانة تتساكر قاعد هذي الكل وشيقول المواطن التونسي دكتورة حيات العام أنه الصراع صراع على مناصبه كريسي بالنسبة للكوتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في مسنوة بالشعب وهذه حزام ووسادة والأخر المعارضة وحسبة وهذا اللي قاعد يشوف فيه ولكن سيحاتم لما تقول لي لم نرى ذلك على مستوى التشريعات أو القوانين التي تتم مصادقة عليها أنا تنعكس على الحياة اليومية أحنا اللي همنا شنو أحنا اللي همنا هو الجانب التشريعي كما حكيت لك بالأساسة أنا باش نعطيك مثالة تشريعي ورقابي إيه ثم التشريع ورقابي أما نحكي لك على مستوى الجانب التشريعي باش نعطيك مثال لو تتذكر الحادثة منطقة البلهدية المعتمدية تسبالة كانت تذكر وقتها من المشات ضحية متاحها 12 مرأة عاملة في القطاع الفلاحة في سيارة بتعرف أنه ناس دي بسفة عامة تتكلموا المرأة والمرأة العاملة في القطاع الفلاحة ولكن شكون اللي ترحه وشكون اللي قدم قانون مهم جدا لحماية المرأة اللي عاملة في قطاع الفلاحي وأيضا توفير النقل اللائق لتلك المرأة وحتى على مستوى الضمان حقها على مستوى أنها تكون أديرانت في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي هو المبادرة التشريعية اللي احنا قلنا به لكن 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 مقابل ذلك مقابل ذلك على الأرض الواقع على الأرض الواقع على المرأة ما زال تتهازس من سينزل ذلك من سينزل ذلك من سينزل ذلك هو السلطة التنفيذية احنا رو كل سلطة عندها دورها لا يعقل أنه مثال أنا نشرع نعمل قانون مهم جدا لحماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ونجي أنا هي لباش نخرج الأوامر الحكومية ونه هي اللي نفرض دي من عرشان الشراء دي من البيس لنقل المرأة يا حيات انتي بنت سيدي بوزيد وتحب سيدي بوزيد ولا اليوم في سيدي بوزيد تنقل المرأة في ظروف تعيسة العاملة في القطاع الفلاحي نسبة التغطية الاجتماعية تكاد تكون هزيلة جدا وظروفها صعبة جدا نكملك الفكرة سيدي بوزيد شفت أنا القانون طبعتي كان اكزومب شفت القانون هذا مثلا لحماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي أنا مثلا قنعت مجموعة من الشباب على مستوى سيدي بوزيد انه عباد استعمال تلك السيارة اللي هي السيارة اللي سيدي اللي تم نقل فيها النساء وطلهم مع بعضكم رقم تنجم وتشرو دي منيو بيسو وفي نفس الوقت القانون هذا يسمح لهم بخلاف نقل النساء فكل وقت الفراغ انه تم كما قلوا احنا نقل التلاميذ او بصفة عامة المواطنين انهم يذهب يمشوا للمدينة شنو اللي صار شنو اللي صار تخيل انت بقي انا نسق مع الولاية ومع الكاتب العام بالله اعطوهم هالترخيص يقول لك لا راه وزارة النقل خرجت منشور الان يمنع اعطاء الترخيص لتنزيل ذلك القانون اذا الاشكال وين الاشكال هل السلطة التنفيذية بقي تنزل في تلك القوانين المهمة اللي تم المصادقة عليها في البرلمان او لا سلطة التنفيذية جاية من ارحمكم انتم ومن عندكم انتم كسياسيين منتخبين نظام برلماني معادل هو اللي تحمل مسؤولياته في هذه العملية لا سمحني السلطة التنفيذية احنا صحيحة نسوطولها ولكن مش احنا اللي نختاره تيه للظرف للظرف الخاص اللي صارنا المرة هذي حكوم التكنقرات بعد فشل الحزب الأول مش احنا نختاره نصل بالخاتمة في خاتمة هذا اللقاء على جانب سياسي قانون المالية مش يتعدى مو بش يتعدى انتم كويسادة كحزام حاول حزام يا سيدي حاول كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة اتلاف الكرامة مش تصوتوا لقانون المالية بالرغم من ايطاحة اثناش فصل اللي مختنين جدا على هذا القانون وعلى دوسوريته هو راه حتى الفصول اللي طاحت في قانون المالية اللي تخص يعني حتى انفصل الاحكام بالأساس هو الهدف من ذلك هو الضغط على مستوى الحكومة انه فيه اجراءات مهمة يلزم تكون موجودة في هذا القانون مثلا يلزم يكون فيه انها تنقص على مستوى الدين الخارجي يعني احنا الدين الخارجي في الفيرسيون اللي موجودة على اساس 16 ألف مليار ولكن احنا هنا بزواء انه ما تعرف فرق ما بين الدين الخارجي والدين الداخلي ديما الداخلي يكون لك يعني اقل برشة على مستوى التأثير نقصد على مستوى عجز الميزانية اذا فيه كما قلت لك توافقات الآن بخصوص مثلا هذه النقطة على مستوى التنقيص في الدين الخارجي وأيضا على مستوى الموارد أو الإجراءات الجبائية وأيضا على مستوى التعديل على مستوى منظومة الدعم الطاقي ومنظومة الموارد المواد الأساسية حتى يتم كما قلت لك التعديل كامل للميزانية عوض يعني لأنه احنا تول الميزانية المطروحة هي 52.6 مليار 52.6 مليار دينار احنا الهدف 20.1 انت كتلة وجور رزينا برشة فوقت على العملية بيش تساوتو بإذن الله طبعا هذا هي الاتفاق اللي صار بين الحزام لا بسي فرامة مش حتى الحزام احنا روى بش نقولك حاجة ما نتصورش ثم واحد نائب ما هموش انه يكون فيه مشروع قانون مهم بهذه القيمة اللي هو مشروع قانون الميزانية ما يتمش التصفيت عليه وخاصة لما تكون فيه إجراءات مهمة على غيرار كما حكيت أنا سوى إجراءات اللي فعلا بيش تخدم المواطن أو أيضا على مستوى العديد من الإجراءات الأخرى كما حكيت أنا فيه إجراءات تتعلق بالإجراءات الجبائية أو أيضا على مستوى التنقيص في الدين الخارجي ومقابل ذلك أنه نزيد شوية في الدين الداخلي حتى يتم نقص في عجز الميزانية اللي هو الآن سبعة فاصل ثلاثة في هذا القانون أحنا بزواء أنه عوض سبعة فاصل ثلاثة لما لا أنه يصبح ستة فاصل إن شاء الله شكرا لك دكتورة حياة العمري شرفتنا بالحضور رغم الانتزامات اليومية في المجلس مباشرة للمجلس جلسة عامة المصادقة على الفصول شكرا لك يعطيك الصحة وإن شاء الله يومك سعيد شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك